فقرأوا فقرأوا لا تهملوا الماضي ولكن افهموا افهموا أسلافنا العظماء كانوا قدوة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله وحده وصلاة وسلام على من لا نبي بعده مشاهدي الكرام في كل مكان سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أصحاب السبت معنا ومعكم كما تعودنا دائما في كل حلقاتنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد جلاء إدريس الخبير بالشؤون الإسرائيلية حياكم الدكتور مشاهدي الكرام تسمحنا في البداية أود أن أقدم أعز التهاني وأغلى التهاني الأستاذ الدكتور محمد جلاء إدريس لحصول على الجائزة التقديرية لجامعة طنطة في العلوم الإجتماعية والإنسانية والتربوية وهذه الجائزة تمنح لمتقدم واحد من ست كليات الأداب والحقوق والتربية الرياضية والتربية والتربية النوعية والتجارة دكتور محمد ألف ألف مبروك وكل سنة وانت مزيد في مزيد من التقدم والرقيب إذن الله يا جاكم الله مشاهدي الكرام بعد تهانيتنا دكتور نرجع بالموضوع الحلقة اللي هو الموضوع اللي احنا أخذنا فيه حلقتين قبل ذلك وهذا هو اللقاء أو الجزء السالس معنا تحت عنوان الحرب في الفكرة الديني الإسرائيلي وزي ما شفتم أن فقرات التوراة اللي استعرضناها في الحلقات الماضية كلها تؤكد بأن النصوص باتت مقنعة لكثيرين بأن هذه النصوص يعني دعاية لإعلان الحرب المستمرة من اليهود على خصومهم من العرب دكتور محمد يعني تعرض في الحلقات الماضية لبعض التعريفات وذكر من أهم التعريفات إلا الحروب المقدسة ويعني حرب مقدسة وإزاي خادت تأسب غط القداسة في الحلقة الماضية تكلمنا عن أشكال ودعم الإله لشعبه يعني سريعا جدا أذكر لحضراتكم اللي هو اللي بيعملوا الرب رب اليهود طبعا المقصود معنا في هذه الحلقات لليهود أثناء الحرب واحد دكتور ذكر التشجيع طرد العدو من أمام إسرائيل والقضاء عليه وده كل دكتور ذكروا بفقرات من العهد القديم والتوراه إصدار قرارات إعلان الحرب التخطيط العسكري اليهودي للمعارك أن الرب يهؤياه اللي هو إلههم طبعا اللي هو المستشار العسكري لبني إسرائيل المشاركة الفعلية في الحرب هو رب الجنود النصر من عند الرب الحرب للرب كل اللي ذكرناه الآن من أشكال دعم دكتور محمد ذكر لها فقرات ونصوص من العهد القديم دا كان مختصر لحلقتين ماضيتين دكتور محمد تعالي النهاردة ندخل في موضوع جديد نسميه نقول العقيدة العسكرية عند اليهود قبل ما نتكلم عن العقيدة العسكرية عند اليهود أكيد في توطيئ لهذا الكلام لأن تحمل بعض القضايا الشائكة اللي احنا محتاجين نستفسر عنها عشان نفهم يعني عقيدة عسكرية عند اليهود أول حاجة عاوز أعرف يعني عقيدة عسكرية مجملا وإيه الفرق بينها وبين الاستراتيجية العسكرية بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله حمد الشاكرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعض السلام عليكم ورحمته وبركاته السياسة العسكرية لأي دولة أو أمة أو شعب ما هي العقيدة العسكرية هي السياسة العسكرية التي تعبر عن الوجهة الرسمية لدولة أو لشعب ما يعني العقيدة العسكرية هي السياسة العسكرية المتبعة التي تعبر عن وجهة نظر رسمية لشعب أو دولة ما وتتعلق بالمسائل والقواعد الأساسية للصراع المسلح بين هذه الدولة ودولة أخرى هذه العقيدة وهذه السياسة تتضمن طبيعة الحرب وكيفية إدارتها والأسس الأساسية أو الأسس الجوهرية التي على أساسها يقوم إعداد البلاد وقواتها المسلحة ده تعريف العقيدة العسكرية يبقى وجهة نظر رسمية في حالة الحرب وأعداد الدولة وإلى آخره هذه العقيدة العسكرية لأي شعب أو لأي أمة تتأثر بالأهداف القومية لهذه الأمة أو لهذه الدولة أي دولة على وجه الأرض العقيدة العسكرية عندها لابد أن ذات علاقة وثيقة بالأهداف القومية لهذه الدولة إيه هدفك القومي وبالتالي العقيدة العسكرية لابد أن تكون على صلة قوية بهذه الأهداف القومي طبعا يعني إذن باختصار شريع العقيدة العسكرية التي تحدد الأسس ومبادئ العامة الرئيسية اللازمة لبناء أي حرب أو لبناء استراتيجية عسكرية لأي دولة طيب محتوى العقيدة هذه أقصد العقيدة العسكرية بترجع إلى التاريخ أيضا ترتب بهذا الأمر ولا قد تكون مرتبطة بالواقع أكثر من الماضي الأهداف القومية لأي أمة لابد أن تكون على علاقة بالتاريخ بالماضي والحاضر والمستقبل أهداف قومية مبنية على إيه؟ الأهداف القومية تبنى على ترقومات تاريخ وحاضر وتطلعات إلى مستقبل فلا يمكن أن نفصل على الإطلاق هذه الدوائر الثلاثة المتشابكة الماضي والحاضر والمستقبل جميل لو أسقطنا هذا الكلام الذي ذكرت الآن على العقيدة اليهودية العسكرية هو في البداية الإله يهوى إله بني إسرائيل يمثل المرجعية العسكرية لبني إسرائيل منذ خروجه من مصر يعني قبل خروج بني إسرائيل من مصر لم يكن هناك بروز وظهور أو توجيه عسكري لأنه كشفين نشاط عسكري في مصر لكن مع بداية الخروج بعدما حصل الفلاق البحر وتقفل على فرعون بدأت مرخلة جديدة من مراحل بني إسرائيل مرخلة حاضر ومستقبل وأيضا يعني لم ينقطع أو لم تنقطع الصلة بين هذا الحاضر والمستقبل وبين الماضي الذي كانوا عليه في مصر لذلك كان يذكرهم الرب دائما بأنه فعل معهم كذا في مصر وأخرجهم من فرعون ونجاهم من فرعون إذن ونسيجة هذا كله هيديهم المستقبل هيديهم من أرض أرض فلسطين إذن إذا ما قلت لكم شوية لا يمكن أن نفصل بين الماضي والحاضر الذي بدأ الرب الإله يهوى يمارس دوره في التوجيه العسكري والتخطيط والإشراف وإلى آخره لكي يتحقق المستقبل فهنا الرؤية الإلهية بالنسبة لبني إسرائيل بدأت تتضح معالمها العسكرية بعد خروج بني إسرائيل من مصر وحدد الرب معالم هذه العقيدة العسكرية في نقاط ممكن أن نستخرجها من النصوص المختلفة في العهد القديم لكن قبل أن نذكر هذه النقاط يعني عاوزين أن أؤكد أيضا على معنى الشيء المشاهد الكريمي بقى معنا في الكلام لدكتور محمد جلاء إدريس بيقوله أن الرب تحول من بعد انفلاق البحر على حسب كلامهم وخرجهم من مصر إلى رب ذات مرجعية بس معدش رب ذات مرجعية دينية لا بقى رب ذات مرجعية دينية ورب ذات مرجعية سياسية ورب ذات مرجعية عسكرية تمام دكتور؟ نعم طيب نشوف بقى إزاي نسقط هذا المفهوم بقى على أرض الواقع على فهمهم العسكرية عند هؤلاء بداية ترتبط القضية بالوعد الإلهي بالأرض إذن هذه هي الأهداف القومية اللي تكلمنا عنها اللي هي بتحدد استراتيجيتك وسياستك العسكرية فيما بعد طبقا لمواردك واتجاهاتك المختلفة إذن أول معلم من معالم العقيدة العسكرية الإسرائيلية هو الوعد الإلهي بالأرض ده حدده مين؟ مين اللي حدده؟ الوعد الإلهي الرب الرب نعم يبقى أول شيء هو تحديد الهدف القومي المتمثل في منح بني إسرائيل ومن ثم حدد أركان العقيدة العسكرية التي تؤدي إلى تحقيق الهدف القومي المتمثل في احتلال الأرض يبقى هو حدد الهدف القومي طب كيف يتم بتحديد هذا الهدف القومي؟ عبر وسائل وإجراءات وتكتيك معين وهو هذا حدده الرب أيضا تفصيلا في نصوص العهد القديم وده لو بصينا يعني أذب تقول لي طب أي علاقة الرب؟ الرب زي ما قاله في سفر الحروق قبل ساشر تلاثة هو رجل الحرب نعم هذا نص نعم الرب رجل الحرب حتى في المرة الماضية تذكر هذه الفقرة اللي حدد رأيك ذكرتها لما الرب يقول لهم الحرب ليست لكم بل لا نعم نعم إذن الرب هو أعلى جهة تستمد منها الشرائع والأحكام المتعلقة بالعقيدة الاستراتيجية أو العقيدة العسكرية الإسرائيلية أعلى جهة تمام هي التي تحدد للهدف وبالتالي هي اللي بتحقق وسائل تحقيق الهدف بتحددها لبني إسرائيل لو لاحظنا المسألة ما انتهتش كده لا ده في استمرار من قبل الرب بتذكير شعبه بالهدف المنشود في كل لحظة لذلك يعني لم يتم تحديد الهدف القومي باحتلال العرب مرة واحدة أنا أسفك تورو عن هذه المقاطعة لكن سمحني أنا تعودت منك في كل حل آتي إنه ما بقولش الكلام ده ألا ما أبرهن عليه فقرة من نصوص العهد القديم أو التوراة نعم فمسلا حضراتك ذكرت الأمر الأول قلت الوعد الإلهي بالأرض بتمكين إسرائيل من هذه الأرض عاوز فقرة عندنا في سفر التكوين الإسحرق 15 من 18 إلى 21 نص الوعد الإلهي بالأرض زي مثال عاوز مثال أقرأه يعني نحن نشوف هذا النص ربما يكون موجود معي لك أننا ذكرناه مراراً موجود عندي وأعطي نسلك جميع هذه البلاد يعني كل موسى بس هنا بدون تحديد لإبراهيم بدون تحديد جميع هذه البلاد ما يعني إجبعها إحنا زي ما اتفقنا قبل كده خطوة خطوة مرة ما يحددش ومرة يحدد بحدود معينة ومرة يوسع الحدود ومرة زي ما تكلمنا نعم من النيل للفرات وبعد كده كل أرض تطعها أقدامكم وقلنا ده اللي خلى بن جوريون يقول المرة اللي فاتت لو تذكر في الحلقة الماضية اللي خلى بن جوريون يقول أن حدود الدولة تتمدل وتنكملش حسب قوة الجيش الإسرائيلي نعم نص آخر الأرض التي أنت متاجع عليها أعطيها لك ولنسلك في التكوين 28-13 ده الهدف القومي بيتكرر الأرض التي أعطيت إبراهيم وإسحاك لك أعطيها ولنسلك من بعد أعطي هذه الأرض التكوين 35-12 شوف التكرار ودي مش بس المرات اللي ذكر فيها أو كر فيها تكرار تذكير بالهدف القومي تذكير بالهدف تخيل بقى أنت لو عندنا زائم قومنا بتلعب بالناس كان بيقول إيه كل شوية الوحدة العربية الوحدة العربية الوحدة كل خطبة بيتذكرنا فيها بالوحدة العربية اللي محققاش تمام فهنا الرب نفس الحكاية بيفكرهم كل لحظة بالهدف القومي الذي لابد أن يرتبط فيما بعد بالعقيدة العسكرية والستراتيجية العسكرية الإسرائيلية من أجل تحقيق هذا الهدف القومي يعني أول عنصر زي ما شفته الآن معنا مع الدكتور الوعد الإلهي بالرب الدكتور ذكر أكثر من فقرة التأكيد على هذا الوعد الذي أتى بين ثنايا العهد القديم طيب معي البشواندس مونير سلام عليكم شواندس بشواندس سلام عليكم بشواندس مونير طيب إحنا في انتظارك بشواندس مرة أخرى لأن توصلك دايما في كل حلقة معنا بيثري هذه الحلقة دكتور محمد نرجع مرة تانية الوعد الإلهي بالأرض وحضرك ذكرت فقرة للدلالة على هذا الأمر الأمر الثاني ذكرت قلت الذي قام بتحديد الهوية القومية لإسرائيلها أيضا هو الرب نعم فقرة أيضا تدلي على هذا الأمر عندي أيضا التكوين خمسين أربعة وعشرين وقال يوسف لأخوته أنا أموت ولكن الله سيفتقدكم ويسعدكم من هذه الأرض اللي هي مصر نعم شوف الوروج اللي ذكرناها قبل كده كانت فين كانت إما في سيناء أو من قبل سيناء لإبراهيم قبل أن يعبر إلى الأرض أيضا لكن هنا شوف استمر الوعب أيام إبراهيم وأيام إسحاق وأيام يعقوب وأيام ومن قبلها وأيام موسى وأيام يوسف في مصر بتتكرر ويذكر بها الرب بيقول إيه وقال يوسف لأخوتي ده التكوين خمسين أربعة وعشرين أنا أموت ولكن الله سيفتقدكم ويسعدكم من هذه الأرض إلى الأرض التي حلف لإبراهيم وأيام وإسحاق وأيام يعقوب جميل طيب ما استمر عبر الأجيال كل شخصية تظهر من بني إسرائيل تتولى القيادة أو الزعامة يكرر لها الوعد من قبل الرب تأكيدا على الهدف القول أخذ البشواندس ونير مرة تانية شواندس السلام عليكم شواندس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليك والسلام ربنا يا مريك فيك لبس لو سمعت زي العادة الصوت أعلى وتحياتنا لضيفك الكريم مع تهنئاتنا له بالجائزة وحقيقة هو نفسه جائزة بالنسبة لنا لما نستفيد منه من خيرات كثيرة وإذا كنا في عهود سابقة كان كثير من ينافق أهل العلم وأهل السلطان لغرب في النفس فإني أدعو الآن أننا من منطلق الحب في الله وتقدير الناس حق خضرهم أن نزداد في المتح ونزداد في المحبة ونزداد في علوه وقدر كل إنسان نرى منه صدقة أكثر من مناطق المنافقهم قبل لأن لكل من تفوق وكل من يريد خيرا لنزيد بالحق علينا وليس سؤال لفضيلة الدكتور فضل وهو أن أثنائي عليه ليس مجرد علم أحتفظ فقد تعودت كثيرا أن أرى أهل الدرجات العلمية يعني كأن بينهم وبين الإسلام يعني سدا منيعا يعني يكلم في مجاله إنما لا ينفعل لخبر يخص الإسلام المسلمين لا يغار على دينه لا يتأخذ الحمية إذا ما سمع أن هناك أمر يا مستدين فالدكتور وصراحة جزاه الله قير أرى فيه أنه بجانب العلم أيضا عنده روح وقادة وكم استفدت من كلامه وتعليقاته من هذه الناحية أرجو من سعادته وفضلاته أن يعرفنا طب لو سمعت الصوت بس الصوت بعيد جدا ونرى مستشرق يدرس الدين شواندس تاني تاني السؤال ونرى مستشرقا نحن نصر كثيرا حينما نرى مستشرق يعني يدرس ديننا وقد يدخل في الإسلام ونكون سعداء هل حضرته من مما درسه في الديانة اليهودية أو الشصية اليهودية هل يهود سعيد أن يرى مثل هذا الدكتور يقلب أسرار التوراة ويبين أشياء فيها وكذا أم أن هذا الأمر يعتبر أمر قد يصير عليه القلاقل وجزاكم الله كل خير شكرا جدا على اتصالك معي الأستاذة مونة سلام عليكم أيها السلام عليكم يا مرحبا يا فندم الفضلي صد أستاذة مونة مع حضرتك يا فندم على الهوة على الهوة سامعي الفضلي يا فندم السلام عليكم وعليكم السلام وطيب وبركاته لو سمحت أنا كنت عاود أسأل الأستاذ الدكتور سؤال فضلي يا فندم اللي بينظر في جماعة أهل سنة هو خاص بإسرائيل برضي اللي بينظر في جماعة أهل سنة واتخاذهم الآراء الآن واتخاذهم الفتاوى بيجد أن كل هذه الفتاوى تصب في مصلحة إسرائيل ومصلحة دورة إسرائيل حضرتك شايفة إزاي ده يكون أنا شايفة أن كل اللي هما بيقولوه بيصبوا في مصلحة إسرائيل خلينا نكمل السؤال طيب فضلي فدلوقتي رأي المجتمع المصري أو شريحة كبيرة من المجتمع المصري في أهل السنة هما مش عاوزين يسمعوهم وهم خذلوهم وعاوزين نقول هل هما أغبياء أم عملاء عاوز أسمفهم عاوز بس أستاذ الدكتور يسمفهم لي هل هما أغبياء أهل السنة جميعاً أم بينهم مجموعة دكيسة عليهم تغير اتجاههم طيب أهل أنت شايفة خليني كده واحدة واحدة معك أنا شايفة أن مش ممكن نحط جماعة زي جماعة الإخوان المسلمين تمسك دولة زي مصر بعد البشاعة اللي هي ارتكابتها في ليبيا طيب على العموم وحسناها على مدى السماء ونصف على العموم دي وجهة نظرك ونسمع دكتور محمد جلاء إدريس إزاي حضرتك بتربطي هذا الربط العجيب بين الاختلاف اللي هو أصل من أصول الدين ويعني ده شيء موجود وشيء قدري معروف والربط إزاي وإيه العلاقة بين هذا الكلام وبين خدمة إسرائيل طيب دكتور محمد جلاء إدريس الأول نجاوب على كلام الأستاذ منير يعني أنا الحمد لله يعني ربما يعني لم أتعرض لأي مشاكل مما أقول ولكن من ناحية إسرائيل يعني مش هدع البطولة ويقول بيهددوني بيطردوني لكن ربما تعرضت من داخل مصر داخل مصر ربما تعرضت لأشياء لم أتعرض لها من خارج مصر أو من إسرائيل أو 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 بدلالي أن نحن حاولنا أن نقدم هذا البرنامج قبل يناير 25 يناير صحيح لم نستطع إلا بعد أن تغير الوضع شوف الثورة كانت 25 يناير إحنا بناءنا في مارس يا سيد أحمد صحيح وفكرة هذا البرنامج فضيلة الدكتور محمد داود رب لايك يعني طرحها قبل قبل يعني ولم يوقف إذن الحمد لله لا أتعرض إلى شيء لأن يعني يعني هخاف على إيه بشوار الجموني هخاف على إيه خلاص يعني السن عشنا بقدر ما عشنا ف سنخاف على أي شيء على مال الحمد لله مستورة يعني لا عندنا أموال هنخف عليها ولا عندنا مناصب هنخف عليها ويعني لا أعتقد كمان في نقطة مهمة أن يعني ومن توكل على الله فهو حسبه وهذا يكفيني من يكفكر الله فهو حسبه نعم وهذا يكفيني فلا تخف يا بشوار الجمونير حتى لا يظن البعض أن من يتكلم كلمة ضد إسرائيل دستورة اللي احنا نرس منها هيرتالوا وهيعملوا وهيساولوا لا والله قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم من قتل إلا ما ضجعهم فلو إسرائيل عايزة تقتل وربنا مش رايد مش هتقتل ولو يعني أنا قاعد في بيتي ذا النهاردة برج أو العمارة وقعدت معها ثلاثة ناس نايمة في بيوتها آمنة واطمئنة يعني اللي يضع في حسبانه أن هذا أن الروح بيد الله سبحانه وتعالى الحياة هو الذي خلق الموت والحياة لا إسرائيل لن خلق الموت ولا الحياة ولا حسن مبارك ولا اللي هيجب بعد حسن مبارك لذلك أعتقد أن هذا يعطي ثقة ويعطي قوة للمرء لكي يتكلم كلمة الحق أينما كان طيب هي السؤال منا بتتكلم كلام أنا عارف أن بعض الناس بيكرروا بيرد هذا الكلام على بعض الفضائيات أن الخلاف الموجود بين أهل السنة اللي بتسموهم هي على حسب بصورة أوسع يعني بتتكلم الإخوان أو غيرهم قد يصب في مصلحة إسرائيل لا هي الأستاذة مونكا بفهمت يعني في موضوعات كديمة وتدخلة يعني أهل السنة أنا أجملت أجملت اللي بيرددها أنا أعلم بيرددها بعض الفضائيات بعض الناس أن الخلاف الموجود الآن ربما ولكن في الدستور وما يحدث فيه الآن مما يقارن فيه خلاف بين السلف وبين الإخوان أو غيرهم هذا الخلاف هذا في نقطة واحدة على حسب كلامها أو على حسب المفهوم عندها ربما هذا الخلاف يصب في مصلحة إسرائيل أي خلاف في أي دولة إسلامية أو بين دولتين إسلامتين يصب في صلح إسرائيل أي خلاف يا أستاذ مونة يصب لكن هل هو متعمد أنا اللي أنا وثق منه يا أستاذ مونة أن إسرائيل ليست ليست في بال كل القوى السياسية الموجودة على الساحة في مصر وفي العالم العربي والإسلام أقول كمان يا أستاذ مونة بس أعتقد ده حكمه صعب شغل لا بش صعب يا أستاذ مش صعب ورين أين موقع إسرائيل من الربيع العربي في تونس أين موقع دعنا دعنا في مصر أولا أنا قلت في مصر ولا في العالم العربي ولا في العالم الإسلامي تركيا اللي كلنا سأفنا لها وقلنا بتعمل مناورات اللي منذول مع إسرائيل أيه ده ما هذه التجارة البخصة التي يتاجرون بها في كل أنحاء العالم الإسلامي عملنا فيها عن ترشاير سيفو السيد أردوغان وفجأت من كم يوم مناورات في البحر المتوسط مشتركة بين إسرائيل وتركيا وما الإشيو اللي أنت عملته والإعلام اللي أنت عملته والناس أفتنك والناس عملتك صلاح الدين وهو الأخ لك أنا بقول القوى السياسية سيد أحمد وأنا مسؤول عن كلماتي في مصر كلها لن أسمي جميع القوى السياسية في مصر لم تذكر حتى الآن موقفاً صريحاً من إسرائيل لا تقول لي إحوان ولا معزرة للسلفيين ولا ليبراليين ولا وفد ولا ديمقراطي مش عارف إيه ولا شيوعيين ولا غيره إسرائيل ليست بالذاكرة ربما يقول قد يكون هذا هو وقت الأولويات بالعكس الأولويات لو وضعت في ذهني وده ما يحدث في إسرائيل وأنا استفدت من إسرائيل في هذا لو وضعت في ذهني أن العدو الأول إسرائيل مش هيحصل ما يحصل عندنا وهو هذا التشتت هذا التشتت هذا الانقسام دول بيجتمو وذلك ما هي بتقول الدول بيجتمو في دول ودول بيقوون دول أغبياء أم عملاء يا أستاذ مونة فريق منهم أغبياء وفريق منهم جهلاء وفريق منهم عملاء وفريق منهم الله أعلم يعني شغلتهم أموالهم وأنفسهم والطمع في الحكم والمناصب عن يعني أعداد العدة لإسرائيل فكل أنا أعتقد دكتور في يعني سامحني هذه المقاطعة البسيطة قد يكون الحكم في مثل هذه الأمور حكم مسبك عند دارد ريسا بتتكلم في أيام معدودة أنا أتكلمش أنا قلت جميع القوة بعض الناس ربما يفهم هذا الكلام منصب على يا سيد الفاضل أنا قلت جميع القوة حددت النهاردة لو أشوف هل كانت إسرائيل بخطورتها في ذهن عبد الناصر لم تكن وإلا لاستعدت استعدادا جيدا إذن سيد عبد الناصر هل كانت في ذهن السادات ربما الوحيد الذي كانت في ذهنه في مرحلة مؤقتة وهو نفسه وأنا سمعت هذا الخطاب أنا كنت في الجامعة طالب الجامعة يعني أعي وما ذلت أذكر قال حرب بثلاثة وسبعيل كانت لتحريك القضية لتحريك القضية أي لم يكن في ذهنه على الإطلاق أن يحرر أرض فلسطين مش هتكلم عن أرض سيناء ولم يحرر سيناء كاملة بل سلمنا إلى الاتفاقيات اللي أنت عارفها حسن مبارك 30 سنة أو أكثر أو أقل لم تكن في ذهنه على الإطلاق خطورة إسرائيل ما بعد حسن مبارك الغاتف النهاردة في السنة ونص والله يا أسر الله أحمد لو حطينا في بلنا جميع القوى المتصريعة الآن بدون بقول الجميع ولما أقول جميع القوى لا أستثني قوى من هذه القوى ابتداء من الفوسيفساء من أحزاب الأنابيب إلى الأحزاب الذات الأغلبية لو وضع كل هؤلاء خطورة إسرائيل وما يحدث الآن في سيناء وما يحدث على الجبهة الشرقية لتناثوا كثيرا من اختلافاتهم التي تحدث الآن إنما تعالى النهاردة أنا أريد خطة واحدة أو برنامج واحد تقدم به واحد من المرشحين التلاتاشر أو الألفين اللي سحبوا الورق دا لي ملامح عن موقفهم الإسرائيل إنما في البعض لم يذكرها على الإطلاق والبعض موقفهم فيه ميوعة ميوعة لا تريك بأي واحد يعني يتكلم عن عقيلة إسلامية صحيحة نحترم الاتفاقات الدولية الاتفاقات الدولية تحت أقدامنا إن لم تكن حامية لبلادنا الاتفاقات الدولية تحت الأقدام إن لم تكن فيها مصلحة لمصر والمصريين فالنهاردة أي اتفاقية دولية أقسم أشوفها الأمم المتحدة لما أصدرت قرار اعتبار العنصرية الصهيونية الصورة من الصورة العنصرية تعليم ويزمان كان رئيس عمل إيه دي أمام الأمم المتحدة ومسك القرار وأصطعه أمام الجميع العام إذن لا يحترم قرار الأمم المتحدة لأنه في غير صالح إسرائيل طيب سبق رئيس الدولة يعني على هامش اللقاء سبق أن تكلم رئيس الدولة دول محمد مرسي وقال أن اتفاقية كم بليفت اتفاقية جائرة وهو بنفسه سيتولى هذا الأمر ويعيد صياغاتهم جديد أليست هذه تعتبر خطوة والله شوف أنا عايز يا أسر أحمد يعني طالما ليس هناك فعل لا أي فعل دكتور وحن يستف ما كمناش أيام معدودة يعني بلد كانت في حالة أنت تعلمها جيدا من أيام وتحاول الأمر خلاص أنا أتمنى ذلك لكن أنا على يقين لن يحدث تغيير حتى في الأربع سنوات التي ساحقوا فيها الدكتور مرس يشوف فيه أقول لك الجواب يتقري من عنوانه ما هي المؤشرات التي قدمها حزب الحرية والعدالة التي يمكن أستشف منها موقفة قومية منهضة لإسرائيل كلام عائم لا الحكم أنا أقول الحكم مسبق يا أستاذ أحمد أنا معايا برامج مطبوعة نعم وكان يتوزع علينا في القطارات وفي المساجد والعمل عندي تعالي حاسبهم عليها أنا قرأت البرنامج الذي يتوزع علي أكثر من جهة وأكثر من طبعة ليس فيه ما يصاب إني أنا كراجل فاهم إسرائيل سبنا بقى من دغضاعة مشاعر العامة أنا بردو لها كراجل فاهم لطبيعة إسرائيل نعم لا ليس في أي مقطط أو أي خطة أو أي برنامج لأي واحد من اللي نجلوا الانتخابات موقف صريح وواضح من إسرائيل والأيام يعني أسأل الله أن تداوي هذه الأيام القادمة ما يقرب يعني بذناء إن شاء الله مدون إنه مالئ ويقول آه ده كلام ده لا طيب ليشوف ربنا يسأل الأحوال وأتمنى أن يكون يعني أن يخيب ظني ليه برضو لأن زي ما أنت بتقول في أولويات هيشغلوك عن التفكير في هذا تقول لي عنده عزر طيب ممكن بعض الناس يسألوا إيه لبسوط دكتور محمد إيه الموقف اللي إحنا محتاجين نهاره ناخده ناخده تجاه إسرائيل يعني 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 يتكرر هذا الأمر مرانه تكرارا من بداية هذه الحلقات يعني جال لوقت اللي أسألوا يعني بعد نجاح الحرية والعدالة في هذه الانتخابات أن يكون لدى الزعيم المصري أو القائد المصري أو الرئيس المصري نفس الجرأة التي كانت رئيس إسرائيل ويمزق اتفاقية كامبي ديبل إذا لم تحقق بصالح مر طيب لو كانت عنده هذه الجرأة الكافية اسمح لي أسأل بعدها وقول فماذا بعد ماذا بعد نعم يبتلي يقوي نفسه يكفي أن يعلم يكفي أن يعلم أنه لا يوجد بين يبوي إسرائيل ثلاث طيب نص الاتفاقيات إسرائيل خرقتها وانا تكلمنا في هذا قبل ذلك تعال جوب مني لخرق الاتفاقية مرة واثنين وعشرة الجواشيش الذين قبض عليهم والذين سلمهم نظام حسن بارك لإسرائيل هذا خرق صريح للاتفاقية وانا قرأت هذا الكلام من قبل لأن من نصوص الاتفاقية اللي كان بديد عدم القيام بأي عمل عدائي من طرف ضد الآخر طيب وتجسس ده عمل إيه على كلمة دكتور حضرك بتقول حدث خروقات فيما سبق أيام النظام البائد طيب ما نتعلم نشوف لو حدث خروقات في الفترة القادمة إيه يكون رد الفعل للحكومة المصرية يعني أنا مش عاوز برضه لسه يعني حضرتك يعني سمحني أنا من أنصار من يقول أن الدكتور قد يكون حكمه يعني مسبق على حكومة يعني لم تشكل بعد فشوف الأمر بعد كده لو حدث خروقات إيه يكون رد الفعل للحكومة المصرية وليس من حقي أن أحكم أنا كرجل فاهم للصراع وكيف يعامل أو كيف يتم التعامل مع هذا الصراع بقولك لم أجد انعكاس لهذه القضية عند أي واحد من المرشحين درئيس الجمهورية كلام عائم غير محدد غير واضح طيب سمحني الدكتور أيضا مرة تانية لو أنا مرشح مثلا يعني درئيس الجمهورية ألترى من المنطق أن أكتب مش الموقف من الإسرائيلي المعروف الموقف بيننا ومن الإسرائيلي حضرتك ذكرت أنها حرب يعني في أي وقت وإن هو العدو الأول وما فيش سنة بينهم وما بينهم هل يعني يسمح لي وأنا مرشح على هذا المنصب الخطير أن أكتب ذلك في ورقة وتوزع الناس نعم أي اتفاقية تعرض على استفتاء الشعب المصري اتفاقيات اتفاقيات القائمة للفعل يا أخي يقول لك أي أحد هيعرضها للإستفتاء الإنسحاب من الأراضي المحيئة هيعرضوا للإستفتاء الله هو يا رجل وإحنا مش قادرين نقولها مش هنعملها مش قادرين نقولها مش هينفازها لأدكتور مورسي ولا أغلب دكتور مورسي طب قلها هدد بيها استخدمها ورقة ضغط بحقق بيها مكاسب لمصر هل هناك إرادة أكثر من إرادة الشعب في النظر مثل هذه الأشياء إرادة الشعب هي التي تقرر إذا كانت تستمر في سلام أو هذا السلام جائم إذا كانت أنا أعرض الاتفاقية على الشعب هنا لأن إسرائيل أعلنت من كم يوم يا سيد الحمد قرأت أنا هذا أعلنت أنها لن توافق على أي تعديل في اتفاقية السلام ده الرد على كلام دكتور مرسي ده الجدل العام مش تعليق على كلام مرسي على الجدل العام الدائر في مصر مصر إسرائيل لن تقبل بتعديل الاتفاقية أنا هقول بناء على أو السنادا إلى المد رقم كذا وكذا وكذا إذا لن تستجب إسرائيل لتغيير الاتفاقية بما يحق التوازن في سيناء أنا هعرض الاتفاقية على الشعب المصري لاستمراريتها أو إرغائها جميل يبقى إذن ده مناطق نسمعه مناطق رد الفعل لكن لما يحين الوقت دكتور يا أخي أنا بقولك مجرد كلام لم يخرج هذا الكلام عن أي مسؤول أو أي مرشح لمجرد كورك الضغط كورك الضغط ولو بقوله أم بكرة حارب إسرائيل لا ولو قدت على الاتفاقية ولغاها هل هي حارب إسرائيل بكرة لا إنما أستخدم يا أخي النهاردة لو نقول فعلا إحنا تحولنا إلى ديمقراطية نعم مش مية في المية لكن ديمقراطية طيب لما أستخدم الأساليب الديمقراطية لإقرار اتفاقية أو إلغاءها أو الاستمرار بيها أو إلى آخر أوروبا يا أخي اتفاقية اليورو ولا غي الأمور الاقتصادية الأمور الاقتصادية بيستفتوا عليها الشعوب إذا كانوا موفين عليها العملة لما حبوا يعملوا عملة واحدة بيستفتوا عليها الشعوب هل إحنا أقل خلاص مش أمريكا بتربط الكون بتطالب إن إحنا نتبع الديمقراطية طيب من أساليب الديمقراطية إن الشعب بيطالب كذا هنعرض عليه الموضوع فأنا أقول لم تستعد مقارك الضغط طيب ونسبة إحنا بنتكلم النهاردة على العقيدة العسكرية ليه إسرائيل في الوقت الحالي إذا ما حضرك بتذكره الآن إنها ترجع للشعوب في تعديل اتفاقية معينة أو اتفاقية أقصب بها هنا يعني أنت بتكلم في العقيدة العسكرية فين بها موضوع دعم الرب للإسرائيل وقصة الفهم الاستراتيجي العسكري المستمد من الرب ليه هنا هي بترجع للشعب وفي ناته أخرى بترجع للرب لأ هي بترجع للشعب احنا قلنا الثوابت لا يرجعولا فيها للشعب هناك ثوابت دي مش عايزة جدال يعني هل تعتقد إنه هيرجع للشعب علاش هل يقول يسيب القدس ولا ما يسيبهاش لا حتة جميلة دي لا جميلة لا ذكرتها ما حركتها من مرة نعم وده الفرق اللي بينا وبين الإسرائيل إسرائيل لها ثوابت بأن كم سنة من 48 ييجي حزب عمل ييجي يمين ييجي شمال تحالف الثوابت لم تتغير لم تتغير ثوابت ثوابت السياسة الأمريكية لم تتغير تقدر تقول لي هل في فرق بين الجمهوري والديمقراطي في موقفهم الإسرائيل أبدا لأن من ثوابت السياسة الأمريكية الدعم المطلق لإسرائيل صحيح إنما بقى ييجي المتغيرات بقى إن يرمي لك كده عظمة يعمل لك اتفاق يسمح لك بسلاح خردة بدينا لسه F-16 وهو عمل F-31 وبيديها الإسرائيل ففيه ثوابت لا ستغير في السياسات إحنا معنا لاش ثوابت على مدى تاريخنا المعاصر من أيام عبد الناصر للنهاردة ليس لدينا ثوابت في السياسة الخارجية المطلق أفريقيا بالنسبة لنا من ثوابت بتتأرجح على حسن مصلحه من ثوابت 17 سنة 25 سنة تقريبا ما فيش زيارة أو 17 سنة فاكر زبني أيام الاعتداء اللي حصل على مبارك في إثيوبيا ما فيش مسؤول عالي أو رفيع المستوى زر إثيوبيا ليه لأن أفريقيا لا تمثل ثوابت بالنسبة لنا رغم أنها فيها حياتنا فيها حياتنا الميا 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 دي ما تستحقش أن تكون من القضايا من الأمور من الثوابت في السياسة المصرية أيا كان الحاكم وأيا كان الحزب وأيا كان الرئيس لا ليس لدينا ثوابت أنا أريد أن تذكر لي من أيام عبد الناصر النهاردة شيء اتفق عليه كل هؤلاء اتفق عليه هؤلاء وعملوا على تطبيقه مهم مكر يقوله اتفق عليه كلام وكله بتجربة كلام اتفق عليه هؤلاء وسعوا إلى تطبيقه لا يوجد شيء إذا ما عندناش ثواب دكتور بيقول احنا ما عندناش ثوابت في الوقت اللي اليهود فيه زي ما ذكرنا معاكم في إزاي لما تكن على العاقيدة العسكرية بصفة عامة وإزاي نسقط هذا الفهم على العاقيدة العسكرية عند اليهود ثوابت عندهم زي ما دكتور ذكر ربط هذا الكلام بما نقوله الآن الوعد الإلهي بالرب الأمر الثاني الرب هو الذي يعني يقوم بتحديد الهدف القومي ووضع أركان العقيدة العسكرية دكتور محمد جراء إدريس زي ما أنتو تعرفوا دائما أنه بيقول كل الكلمة بفقرة من الكتاب المقدس أو التوراة مجازا هذا ما قلنا دكتور لو رجعنا مرتين إلى كلامنا بعد كنا نردول إيه أحد معالم العقيدة العسكرية إسرائيلية هي أن الرب يرسم أسس هذه العقيدة العسكرية وقت السلم نعم وقت السلم نعم العقيدة العسكرية وقت السلم ونجي بما سوى الحرب كان ذكرنا كتير أو ركزنا على تدخل للرب بالحرب والمعارك وركنه الحرب لا ده وقت السلم لأن وقت السلم يعني غير دائم طيب في حرب الرب يقول لك وعمله كذا وقت السل الرب بيتدخل ويرسل إحنا لو بصينا لسفر الخروج تراتاشر خمسة ويكون متى أدخلك الرب أرض الكنعانيين والحثيين والأموريين والأخره التي حلف لآبائك أن يعطيك أرضا تفيد لمن وعسنا أنك تصنع كذا وكذا 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 يبقى خلاص تم الدخول بعد كذا تعمل إيه ما يسبكش تاية بعد ما يدخلك الرب للأرض اللي وعدك بيها اللي بدفين لبن وعسن تفعل كذا وكذا وكذا وحدده الدور المنوف به بعد أن يتم دخول الأرض أي في وقت السل ويكون متى أدخلك الرب أرض الكنعانيين كما حلف لآبائك وعطاك إياها أن تفعل كذا وكذا ده في الخروج للتراتاشر الحداشر في لصوص أخرى في الخروج 23-22-34-31 احفظ ما أنا موسيك اليوم ها أنا طرد من قدامك الأموريين والكنعانيين والحفيين والهيابوسيين إلى آخره بعد كذا تعمل إيه الرب طردهم سمام هل تنتهي لا العقيلة مستمرة وقت السل احترز من أن تقطع عهدا مع سكان الأرض ممنوع السلام ما فيش عهود رغم أن الحرب انتهت لكن ما فيش عهود مع هذه الشعوب طيب أمر الرب ده في الخروج 34-11 إذن الرب يرسم العقيدة العسكرية لبني إسرائيل العقيدة العسكرية وقت الحرب وقت السلم أيضا هو يضع معالمها ماذا تفعل يا شعبي المختار وقت الحرب وماذا تفعل وقت السلم هذا أيضا من رسم وتخطيط الإله آخر شيء الدور الإلهي أو اليهوي نسبة إلى يهو إله بن إسرائيل لم يقتصر على تحديد الهدف القوم اللي تكلمنا عنه ولا العقيدة الاستراتيجية لكن تعداه إلى الاستراتيجية العسكرية إزاي؟ من خلال توجيهات دائمة في عملية القتال في عملية للمحاربين توجيهات دائمة نعم والاطلاع على كل كبيرة وصغيرة تتعلق بجوانب الاستراتيجية العسكرية يعني ما سوى مش في أي حاجة مفيش يبقى هدف قومي سياسة وقت السلم نعم سياسة وقت الحرب كل صغيرة وكبيرة تتعلق بالإعداد للحرب وما بعد الحرب إذن دي كلها عندك أولا ماذا تصنع يا أستاذ أحمد قبل الحرب ماذا تصنع في الحرب ماذا تصنع بعد الحرب هذا كله يعني بأوامر إلهية وموجود وده برضو هتلاقي يعني مثلا زي ما تكلمنا قبل كده تحديد سن التجنيد التجنيد هيئة الأركان كل ده موجود في سفر العدد واحد واحد أو العدد الزحاح التاني أو أخبار الأيام الأول واحد ستة وعشرين أو سمويل الأول تسعة خمسة كلنا لو فتحنا وقرنا هللاقي فيه كل هذه الأشياء التي ذكرتها موجود طيب سريعا جدا أيضا زي ما تعودتم معايا أن أنا بحاول ألخص كلام دكتور محمد جراء إدريس اللي بيسوق لنا بالعرض في هذه الحلقة دكتور محمد وإحنا بنسقط فهم العاقيدة العسكرية التي بالمعنى العام هي تحدد الأسس العامة اللازمة لبناء أي استراتيجية عسكرية أسقطنا هذا الفهم عند اليهود على حسب العقيدة فدكتور أكد على معنى مهم جدا في سياق هذا الكلام بأن الرب عندهم يوثل بعد خروج اليهود من أرض مصر هو إله الحرب وإله السياسة إله الجيش إله الدين قل ما شئت في ذلك الأمر فكلي سوب الكلي أشكال للدكتور ذكرها إله الوعد الإلهي بالأرض الأمر الثاني هو الذي قام بتحديد الهدف القومي الاستراتيجي عند اليهود تذكرهم مرة أخرى بنبل الهدف الذي يقومون به رسم الأسس العسكرية من أجل تحقيق هذا الهدف رسم الاستراتيجية عن طريق توجيهات الإله لمحاربيه والإطلاع على كل صغيرة وكبيرة هذا دكتور لحظة ذكرت الآن هل ده يدخل أيضا تحت الملامح العسكرية ولا في فصل بينهم لا لا هو في العقيدة نعم العقيدة العسكرية نعم كل هذا يدخل في العقيدة العسكرية لبنى إسرائيل لو تكلم عن الملامح هي معلمة نفس العقيدة وبعدين معلمها إيه جميل جميل خلينا دكتور محمد أنتقل بحضرتك لنقطة أخرى جدا مهمة في هذا الباب اللي هو الحرب في الفكرة الدينية الإسرائيل اللي هي متعلقة بموضوع الطابع الأسطوري عند اليهود في العهد القديم اللي بيقرأ دكتور محمد نصوص العهد القديم أو التوراة مجازا بيجد بأن هذه النصوص تعالج معارك وحروب بني إسرائيل القارئ أيضا لها لا يخفى عليه بأنها تمتاز بالطابع الأسطوري نعم السؤال أولا قبل أن نتكلم عن ما هي الأسطورة أو القصة الأسطورية وملامحها أو الكلام ده وليه أن الطابع الأسطوري يعني يبرز على القصص أو الفقرات الموجودة المتحدثة عن الحرب في العهد القديم خليني أسأل حضرتك هذه الفقرات التي مررت عليها كثيرا مدى مصداقية هذه النصوص أنا عندي هنا أربع أسئلة ترحها العلماء أربع أسئلة أربع أسئلة ترحها العلماء بالنسبة للنصوص التي تتحدث عن الحروب في العهد القديم أو في أسفار الكتاب المقدس تب نسمع لأسئلة أبن نسمع أروض السؤال الأول السؤال الأول نعم ما مدى صحة هذه النصوص تاريخية جميل تمام ما مدى صحة هذه النصوص التي هي الوردة في أسفار التوراة من النحية التاريخية تاني شيء هل هناك تأثيرات من آداب وسجلات الأمم الأخرى في هذه النصوص هل هناك تأثيرات من آداب وسجلات الأمم الأخرى في هذه النصوص تمام تالت حاجة ما مدى مصداقية النصوص العبرية مع الاكتشافات الاثارية وحنا نكتشف الزواتي اثار يعني المعارك اللي بيقولوا عليها دي الفين سنة قبل الميلاد يعني من أربعة تلاف سنة طيب نحن عندنا اثار مكتشفة من سبعة تلاف سنة وعشر تلاف سنة الاخيره فما مدى مصدقيتها مع الاكتشافات والسؤال الاخير هل هناك صابع اسطوري تتسم به هذه النصوص جميل انا هقدر اجاوب على الاسئلة دي في نقطتين كلها في نقطتين نعم كل نقطة هنفصلها بقبل المستطاع النقطة الاولى هي صحة ومصداقية النصوص العبرية تاريخيا واثريا يبا احنا جمعنا سؤالين صحة هذه النصوص التاريخ والاثار انا مش هقول حاجة من عند زي ما تعودنا زي ما تعودنا انا انا لا اعرف شيئا لكنني انا بس تشهد بآراء العلماء والمؤرخين والاثاريين الغربيين مش هاجة اقول زي حواس قال ولا فلان المصري لا انا اقول ماذا قال علماء الغرب بالنسبة هذه الحقيقية صحة ومصداقية هذه النصوص تاريخيا واثريا أنا عندي فليب ديفيز بيقول اسرائيل القديمة المذكورة في الدراسات التوراتية هي من اختراع العلماء من اختراع العلماء وهذا التصور لإسرائيل ده كلامه هو قصة خيالية قصة خيالية عندي واحد تاني ويتلام كيت ويتلام بيقولك ان اختلاق للتاريخ هذه النصوص عملا عن اختلاق للتاريخ شأنه في ذلك شأن معظم رؤى الماضي عند المجتمعات الحاملة أشياء مختلقة يعني مفترار المعلومات التاريخية اللي ورد في هذه النصوص يا سيد أحمد والمعلومات التاريخية والأثارية التي توصل إليها الباحثون خلال النصف الثاني من القرن العشرين تظهر بوضوح الطابع غير التاريخي للمرويات العبرية يعني يتقولي طابع غير تاريخ لسهلة شوية يعني لا يوجد في تاريخ يعني الحرب دي كانت بين لين ومين بين اليهود وبين الأمم الأخرى الجراني شو معنى أنت تذكرها وأنا ماذكرهاش حرب كانت ما بين بني إسرائيل والكنعانيين أو اليابوسيين مثلا أو اليابوسيين أو الحسين نعم اللي أنت اللي كاتب الكلام دا كله ما فيش ذكر لها عند اليابوسيين اليابوسيين أو الحسينيين أو الفرزيين أو الحويات يمكن يردوا عليك وقولك لأن الأمم المهزومة دا ما ما بتحبش تذكر يعني الأوقات لم تكن كلها انتصارات لبني إسرائيل لم تكن كلها انتصارات لبني إسرائيل يعني حتى الانتصارات مش مكتوبة عندي دول لا لم تكن كلها انتصارات لبني إسرائيل فأحنا النهاردة إحنا ما كتبناش عن هزيمة 5 يونيو ولا محد من التاريخ المصري يعني كتب كتبنا وما زلنا نكتب ما كتبناش عن 48 67 أنا بقولك 68 و 67 نعم إذا ما فيش حد بش هيكتب لا بس التاريخ غير القديم دكتور التاريخ غير الحديث أربما التاريخ في القديم يعني أقصد ليس بالضرورة هنا أن تكتب واخذ بالك الاكتشافات الأثرية طب ما كتبناش تاريخ هذه المدن التي ذكرت في سفر ياشوع والقضاء بأنها دمرت على أيدي بني إسرائيل هذكر لك دلوقتي الأثار التي تثبت أن هذه المدن أثناء دخول بني إسرائيل لم تكن موجودة لم تكن أصلا موجودة يعني أنت هتحاول لوقتي تهرأ من حكاية ليه؟ طب اشمعنا الأمة أي بأ الأمة الثانية المهزومة ما كانتش بتكتب طب لما تفتري وتقول أن ياشوع دخل مدينة عاي وعمل فيها وسوى وفي الوقت اللي دخل في ياشوع ما كانش فيه مدينة اسمها عاي ويجبس مدينة مدن إذن أنا بقول ماذا صحتها أخلي بالك تاريخيا واثريا واثريا فالأمم الأخرى ما ذكرتش ما فيش معلومة أكدتها الأمم الأخرى وما فيش أثر أكد أي رواية تاريخية أو أي رواية توراتية ذكر بخصوص الحال ده اللي أنا قلته إن المعلومات التاريخية والأثرية التي توصل إليها الباحثون في القرن العشرين في النصف الثاني من القرن العشرين تظهر بوضوح الطابة غير التاريخي للمرويات العبرية يعني أقدر أسمي الكلمة دوتر محمد ورطة تاريخية في العادة القديمة نعم نعم أيضا هذه المعلومات الوردة في الأسفار لا تتسق مع تاريخ فلسطين ومنطقة الشرق الأدن لا تتسق يعني إحنا عندنا تاريخ فلسطين يجب أن ده موجود يعني من ألاف سنين موجود تاريخيا وموجود أثريا موجود تاريخيا وموجود أثريا لذلك إحنا النهاردة أنت بنقول واتكلمنا قبل كده يمكن في حلقة أو اثنين عن وثائق البحر المي صحيح صحيح لأن فيها ما يناقب المرويات التوراتية من الناحية العقدية من الناحية التاريخية أسفار كاملة لذلك هم عندهم وبرضا ذكرت هذا الكلام في الحلقة من الحلقات عندما تكلمت عن تقسيم الكتاب المقدس أسفار تسمى أسفار غير قانونية يسمون الأبوكريفة أي الأسفار المنحولة اعتراف بأن هناك أسفار موضوعة هم اعترفوا بيها لكن قالوا دي صحيح طب دي برضو تتعارض مع تاريخ المنطقة يبقى فيها شيء من الوضع فيها شيء من الوضع أواقع القرن 19 في باحثين واحدة سمو مايرو تنس مو جنكل قال الأسفار التوراتية ليست قال الأسفار التوراتية ليست تاريخا موثقا ده مش كلام الأسفار التوراتية ليست تاريخا موثقا يمكن الركون إنيه طب ملقيها سيد مايرو جنكل وأن مصدرها الرئيسي هو الحكايات الشعبية والملاحم والقصص مما كان متداولا في فلسطين وما حولها جميل يبقى أنت أضفت نقطة مهمة هنا أيضا بأن المرويات الموجودة في نصوص العدل القديم لا يعتد ما في التاريخ بل لها مرض يريد يعني ده لا يكفي لا ده العلماء قالوا أن لها أصل موجود في الفلكلور في الحكايات الشعبية والقصص الشعبي حكايات بس يعني أن أنا أقول لك كده ممكن تشكوا في كلامي مالهاش أصلي تاريخي تقول لي ده لا يعني كذبها لا يعني أنها يعني مأخوشة من أقول لك لا ده في حكايات شعبية وقصص شعبي شابق في مثل هذه الحكايات وبرضه ده مش كلامي أنا ولكن كلام مايرو جنكل قالوا أن هذا الكلام الحفريات اللي عمل إسرائيل بتعملها من قبل 48 عن طريق بسعاد دوق الاستكشاف فلسطين والبعثات الإنجليزية على مدى أكثر من قرن كان وأنا بقول لك بطمئنان جميع الحفريات الإسرائيلية في فلسطين فشلت حتى هذه الساعة أن تقدم لنا دليلاً واحداً على صدق معركة من هذه المعادة يعني إيه على صدق أي على وقوع معركة من هذه المعادة أجمع طب ده أنتب تقولوا أرض الآباء والأجداد ده اللي خلى واحد زي كمال صليبي كمال صليبي أعظمونه لبناني كتب كتاباً منذ عدة سنوات قال التوراة جاءت من جزيرة العرب هو حاول أنه يجد مبرر لهذه الورطة اللي أنا قلت عليها أن ما فيش أي شيء مكتشف في فلسطين يثبت صحة هذا كله فقال إيه قال لا كل هذه الأحداث حدثت بعد ما موسى خرج لسيناء ما اتجهش ناحية فلسطين تتجه ناحية جزيرة العرب والمعارج دي كلها حصلت في جزيرة العرب وبدأ يجب لك بعض التشابهات الموجودة في بعض الكلمات والأسماء والمواقع الموجودة في الجزيرة العربية وبعض المفردات والألفاظ الواردة في التوراة قال لك آه يبال حسنة دي تحصلت من هنا طب إذا قال لك بقى بعد ما سابوا الجزيرة العربية ورحوا في فلسطين سموا الأماكن الموجودة في فلسطين بنفس الأسماء وطبعا ده يعني فكرة جهنمية يعني دي بتساعد إسرائيل عنها ممكن تيجي في يوم من الأيام تقول لك دي احنا لدينا حق في الجزيرة العربية مش بس في المدينة زي ما بيقولوا لكن هو فاته شيء فاته إن الذين سموا هذه الأماكن سواء العبرانية أو ما قبل العبرانية في فلسطين والذين سموا هذه الأماكن في الجزيرة العربية هم من أصل واحد ساميون ساميون فلا يمنع أن يكون هناك موقع اسمه كذا موجود في الجزيرة العربية وموقع نفس الاسم موجود في فلسطين الساميون الذين هاجروا من جنوب غرب الجزيرة العربية إذا ما تكلمنا في حلقة كاملة لما هاجروا سموا في العراق وفي فلسطين وفي توريا بعض الأماكن بنفس الأسماء التي كانت هذا لا يمنع إذن هو حاول أنه هو يطلع من ورطة أنه ما فيش دليل في فلسطين على أن هذه الأشياء حدثت بأن كل هذه المعارك يا سيد الحفر كان حدثت فين؟ في الجزيرة العربية وليست في فلسطين يعني هو عاوز يقول بعصد نص التوراتي عايز يقول لا يجد مبرر يجد مبرر لعدم توافق التوراة مع المكتشفات الحديثة أنه ما فيش اكتشفات في فلسطين بتقول صدق هذه الأشياء يقولك لا الأشياء هذه صادقة بس تدوروا فيه ما تدوريش في فلسطين يا أخوان أنتم تجهين غلط تدوروا فيه الجزيرة العربية يعني هو عاوز يوقع بالفايلة كم في أماكن أخرى تحمل هذه الأسماء في سلسية جبال عسير وتوهمة والحاجات دي كلها طيب في بعض الناس دكتور أيضا بيرد على هذا الكلام بتحديدا أكثرهم القائلين بعصمة النص التوراة يقولون أن ربما تكون هناك مقابلات لغوية لكل كما نعلم وتتبعنا قبل ذلك على حسب كلامهم لكل ما هو ورد في نص العهد القديم المقابلات اللغوية قد تكون في كلمة أثنين أخرى ولكن ليست في تاريخ كامل ليست في تاريخ كامل ولو وجدت مقابلات لغوية النص كامل يبقى النص ده صادق لو وجد مكررا في نص بلغة عبرانية والنص بلغة كانعانية ونص بلغة أرامية هنا يبقى النص مع ما إمكانية وجود زيادات فيه إلا أن الحدث في حد ذاته يكون صحيحا يبقى واقع بالفعل بدليل أنه موجود هنا وهنا وهنا وإحنا هنا بالذات أنا أقول لك على شي يا أخي الحنيثي شريف الحنيثي شريف لما جنى شفاهتت بتقول كذا وفي رواية كذا وجالك عن طريق هنا أكثر من طريق فتأكد المعنى المعنى خلاص تأكد معنى الحديث طيب يعني إذا طبقت هذا الكلام إحنا لو طبقنا ودي النقطة نعيز أقولها مهمة لو طبقنا منهج الحديث الشريف على الكتاب المقدس توراة وإنجيل ما وجدنا ربما فقرة واحدة صحيحة لو طبقنا شروط البخاري ومسلم وعلماء الحديث عندنا على هذه النصوص لن نصل إلى نص يعني يقف ضد النقب الموجهة إلي طيب تعالي بقى شوف إحنا قلنا ما فيش ما يؤكده لكن في حاجة بقى أكتر الله ده في حاجات سابقة تشبهه أهمل إزاي؟ حاجات سابقة سابقة على وقوعه في عهد بني إسرائيل كان موجود هذا الكلام إزاي؟ عندي روبرت كارول القصة في حرب الملك أحاب الوردة في الملوك الأول 22 قصة الملك أحرب الملك أحاب بنصب رصة الحرب الوردة في صفر الملوك الأول الإصحاعة 22 تتفق مع سورة هوميروس في الإلياذة اليونانية مع خلافات طفيفة أقول كمات تتفق مع الإلياذة اليونانية مع اختلافات طفيفة لأن حكايات الشعبية عند اليونانية الإلياذة الأوليسة معروفين ومجرجمين وممكن لأي واحد يجيبهم القرن النصوص وقال لك أن هناك كمان اتفاق كبير في المفاهيم بين أسفار العهد القديم وأوائل الكتاب اليونانيين السابقين لتاريخ هذه الأسفار لأن العلماء النهاردة بحد دي تاريخ كل سفر كل سفر علماء الكتاب المقدس سواء من المسيحيين أو من اليهود يقولك هذا السفر يرجع تاريخه إلى كذا طيب أنا عندي نفس الكلام موجود أو ما يشبهه موجود عند كتاب يونانيين سابقين لهذا التاريخ يبقى إذن مش بس نصوص الحرب ده كثير مما ورد في هذه الأسفار نجد له يعني قراء أو أشياء مشابهة له مش تشابه لفظي بقى كلمة اثنين تلاتة اربعة لا تشابه نصي موجود في النصوص السابقة عند أمم أخرى ارتباط جهوة بالحرب على النحو الذي عكسته النصوص العبرية اللي ذكرتها واللي موجودة في العهد القديم موجود في النصوص اليونانية الأقدم وبالذات في الإلياذة يبقى موجود في نصوص قديمة وبالذات أنا بقول للمركز على الإلياذة ليه الإلياذة والليسة إلياذة والليسة ترجمة العربية أكثر من ترجمة ونستطيع أن نطلع عليها نعم ونعرى ونقدر نشوف نصل إلى أموه الشبه ومرجع معروف للجميع فده بالنسبة للقضية اللي هي صحة ومصداقية النصوص العبرية تاريخيا وأثاريا لا يوجد نصوص تاريخية تؤكد يعني أنا عايز أجمل المشاهد اللي عايز عشان ما نحسش بالتوهان في صطر واحد النصوص لا يوجد نصوص تاريخية عند الأمم الأخرى تؤكد وقوع هذه المعارك هذه المعارك لم تكن ما بين اليهود والخيال والأشباح كان ما بين اليهود وأمم أخرى لا يوجد نصوص تاريخية تؤكد وقوع هذه الخروج واحد لا يوجد مكتشفات أثارية تؤكد وقوع هذه الخروج إذن السؤالين من الأربعة اللي طرحناهم بتفندهم الكتابات التاريخية والاكتشافات أو المكتشافات الأثارية وزي ما سمنا ما دكتور أن الكلام اللي سأقول الآن يعتبر ورطة تاريخية لأن إذا ما ذكر لا تاريخ ولا أثر يؤكد على هذا المعنى ويتلو هذا الكلام أيضاً أن تعتبر هذه الأسفار أو لا تعتبر هذه الأسفار مرجعاً يمكن الرجوع إليه في التاريخ على فكرة هناك أقوال كثير من العلماء الذين كتبوا نعم وتناولوا رصوص الحرب وتناولوا رصوص الحرب يعني قالوا بهذا الكلام مش كاتب واحد لأن أنا لا أعتبر على رأيه واحد ربما يكون يعني معادياً أو يعني رافضاً لهذا الكتاب لكن أعتبر على كاتب وثنين وثلاثة وأربعة من المتخصصين ولدي النصوص أستشهد بها تؤكد أن هذه النصوص الخاصة بالحرب ليست نصوص موثقة تاريخياً ولا أثرياً طيب دكتور لو رجعنا لسؤال حضرت ذكرته منذ قليل اللي هو تأثيرات الأدب والأخرى على هذه النصوص في العهد القديم يدخل في الإجابة على الأربعة أسئلة سأختصرها في رخصة صين النقصة الأولى اللي هي مدى مستقية وصحة تاريخياً وأثرياً وعبتنا السؤالين الثانين يدخلوا في الطابع الأسطوري لروايات الحرب في أسفار العهد القديم نعم قبل ما يتكلم عن الطابع الأسطوري بعض الناس ربما يسأل يقول أنا عاوز أعرف قصة أسطورية وملامح هذه القصة الأسطورية الناس فاكرة أن الأسطورة يعني حاجة ما حصلتش نعم فلان أسطورة الأسطورة عبارة عن إيه؟ ده تعريف العلماء اللي هي حكاية مقدسة ذات مضمون عميق يشف عن معاني ذات صلة بالكون والوجود لا واحدة واحدة يبقى تاني حكاية مقدسة يعني مقدسة لها طابع قداسة آه بتمتل الدين ولا مش بالضرورة يعني عصدنا مش لازم نقا يعني في ناس بتقندس التاريخ نعم نعم في ناس بتقندس التاريخ ناس لما عندهاش دين أو قبائل وثنية أو 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 إنما دي حاجة موضوع يعني حاجة بتشكل عند أصحاب عقيدة ترطب وقدش الأباء نعم وقدش الأباء تمام فدي قصة مقدسة أو حكاية مقدسة أي ترتبط بطابع تقديس وتنزيه وتبجيل لها مضمون عميق يشف عن معاني لها علاقة بإيه بالكون والوجود وحياة الإنسان الكون أو الوجود أو حياة الإنسان هذه الحكاية لها سماح ما عاشة أقدر أفرزها بقى عن غيرها من الحكايات اللي الملامح لها ما بتاعتها آه يعني الفرق ما بين الرواية الأسطورية وغير الأسطورية الرواية الأسطورية لها ملامح برضو حددها علماء من حالة الشكل تحكي اللي قاله أساطير الأولين اكتتبها لا القصة في القرآن لا يمكن أن تقارنها بالقصة بالمفهوم اللي الناس فهمها لها حبكة وعقدة وحاجة لا لكن الأسطورة ترتبط بمبادئ السرد بالقصة حبكة وشارد وووة وإلى آخر يبقى أول ما أعلم ليها إنها من حيث الشكل قصة تحكمها مبادئ السرد القصصي من حبكة وعقدة وشخصيات إلى آخر طيب دكتور محمد يمكن أرجع هذه القصة الأسطورية لشخص بعينه قدم هذه القصة قطع الصلة بينها وبين شخص بعينه قدم هذه القصة لذلك معظم الأساطير لا ترتبط بفرض بعيده بمن وضعها بمن قالها قد ترتبط بمن جمعها يعني يعني النهاردة بيالق عند شعر مشعراء اليهود جمع أساطير اليهود في مجموعة بتدرس للأطفال أو للناشئة على أنها إيه أساطير بيالق هل هو اللي حطها؟ هو بحط طفال جمع هو جمعها أما منشئ أما واضع هذه الأسطورة غير معروف لكن بنقول أساطير اليونان طيب ممكن تكون هذه الأسطورة وليكن هي قصة بسيطة في البداية لكن كلما مرت على عصر الأسطور تلاقي ده يحطوا حتة وده يزود قطعة وده يزود شيء فتأتي بهالك إلى أن تصل إلى مرحلة التدوين الذي دونت فيه يعني ممكن أسميها أن هي ذات صبغة جماعية في التشكيل والناشئة نهي نحن قلنا لو تفتكر نحن قلت في الأسئلة ذات نصابها إيه؟ فالكلوري شعبي تقدر تجيب لي النهاردة الأغاني الشعبية اللي احنا مردرها في الأفراح والمناسبات وهو إلي أخر مين اللي أقلفها؟ ما تقدرش الأغاني الشعبية كلها القديمة ليش بالحاجات اللي حطها المطرب الفنان الشعبي أو الشعر الشعبي فلان أو مثلا فيه أغاني شعبية عبد الرحمن الأبنوري لا أنا أتكلم عن ذيل لما قلتش تقلي ومش عادة الكلام ده كله نعم ما نعرفش مين المؤلف دي كلها تراث شعبي لا نعرف وليس مها رغم أنها إيه؟ لا ترجع إلى آلاف السنين لا ترجع إلى آلاف السنين فما بالك بقى بقى بقصص يرجع إلى آلاف السنين طيب ما كده تقابلني مشكلة تانية طيب علشان أفهم أسطورة بعينها أو قصة وجدت في العهد القديم يبقى أنا محتاج أفهم التاريخي اللي كتبت فيها هذه الأسطورة وده أمر صعب بالصعب أبلا لا يوجد أمة تعيش بمعزة على الأمم الأخرى وإذا كان أنا مصادر تاريخي قليلة أزايد أحمد قد أجد في أمم أخرى ما يزيد من المعلومات عني إذن ما فيش حاجة اسمها صعوبة وإحنا عندنا الآثار في العالم موجودة أثار المصريين وغير المصريين كلها موجودة أثار بأرض الرافضان اللي اتناهبت لذلك في نقطة خطيرة جدا جدا لما حدث الغزو الهنجي للأمريكان وقوات التحالف للعراق أول حاجة تم نهبها إيه؟ المتحف العراقي نه ليه؟ لأنه كان فيه أشياء من اللي أنا بقوله تثبت عدم صحة أو عدم وقوع هذه الحروب الإسرائيلية أرض الرافضان معروفة أكبر أثار بعد الأثار المصريحة في العالم هي أثار أرض الرافضان أنا أعتقد ممكن بعض الناس ولمش بالضرورة أن أمريكا لما دخلت كتأود شيء عملته نهب المتحف لأن ده طبيعي جدا لما تحدث حالة الفوضى والهلع في المجتمع أي حد بيعمد لو تعود السرقة على شيء قل حجمه غلى ثمنه لا بالعكس ده ما قلش حجمه ده بيئة إمثال أو لو حمبير أو إلى أخره ده مخطط لا يمكن أن يقول قد تم عتباصا وغطط وأنا على يقين أن معظم ما سرق من بغداد من آثار هتلاقيه بعد فترة من الزمن الموجود في إسرائيل طب ما هو حدث عندنا في مصر بداية الثورة لما بعض الناس حاول يختح المتحف المصري قول جدا راحت فين الأثار وربت للخارج بس هنا الفرق يختلف أن أنت أثارك هنا ذات قيمة حضارية عالمية بمعنى أنها تعود على مصر في المقام الأول ويعني يهتم أو ذات قيمة للعالم كله أنها بتوري له حضارة شعب نعم حضارة أرض الرافدين بالدرجة الأولى ده تريق إسرائيل كله في هذه المنطقة تريق إسرائيل في مصر إيه ربعمائة شنة زي مقلسي من الخروج لكن فيها أرض الرافدين تسيدنا إبراهيمك في العراق فإذا كل أثار العراق تشكل بصورة أو بأخرى مصدرة من مصادر تاريخ بني إسرائيل وكثير من النصوص التي كانت موجودة في المصحف العراقي في مغداد لم تترجم حتى الآن باللغة الأكادية القديمة لم تترجم باللغة السومرية لم تترجم لكلة المتخصصين في هذه اللغات سرقت ونهبت جميل طيب هذه مقدمة طيبة جدا عن تعريف الطابع الأسطوري أو القصة الأسطورية وملامحها وبعض الأمور المتعلقة بها السؤال بقى الطبيعي هل تتسم هذه الفقرات التي وردت في العادة القديمة بالطابع الأسطوري؟ أولا قراءة نصوص الحرب العبرية قراءة متأنية يا أستاذ أحمد بيقدم لنا مجموعة من الأحداث تتعارف مع المعطيات الأسرية كما قلنا هذا التعارف يجعلنا نرجح ونرد هذه النصوص إلى فصيلة الأساطير لا إلا حقا حاجة ليست لها أساس تاريخ تبقى إيه؟ تبقى ولا حاج لا تبقى أساطير تبقى أساطير نعم لا الأساطير يعني مش عايز برضو أقلل من شأنها نعم ده في القرور وأدب في القرور وأدب لا بس في فرق من أدب للاستمتاع عند القراءة وكلام نحن بنحتاجه في التاريخ واحتلال دولة يعني النهار ده أنا لما أجي أقرأ هذه النصوص على أنها يعني زي ما بنسمع عن أبو جيد الهلالي سلام لا ماشي دكتور أنا يعني يعني أعيد الكرام مرة أخرى أنا بقول في فرق أن أسمع قصة أو قصة أسطورية أو ملحمة شعبية أو في القرور الشعبي وحشان خطر لا ده في الاستمتاع وفي فرق من أخذ أدب أنا أرد على إيه أرد على أدب الأدب أحتل بيدولة أغير بالتاريخ أنا أرد على كلمة أحدك بتقول ولا حاجة أقول لك لا حاجة بس تعيد عن التاريخ بعيد عن التاريخ جميع كأدب كنصوص أدبية نعم كنصوص أدبية الغالث النهاردة في ناس بتعمل دكتورهات والجزرات في الأساسير القديمة هو لأنها بتحقيق ثقافة أمم وشعوب نعم ثقافة أمم وشعوب وقد يكون لها يعني أنا أقول لك الحاجة كثير مما يسود في الهند والصين الآن صحيح ما رده إلى الأساسير اللي هي أقدم بقى من بني إسرائيل كلام مصبوك الحضارة الهندوسية والحضارة الكونفوسية في الصين أقدم من تاريخ بني إسرائيل وهي التي وهي التي تسود الآن في الصين وتسود وتشود بقى ما تتقدم الصين وما تتقدم الهند لكن ما زالت حياة المواسطة في الصين وفقا لهذه الأساطير الهندي وفقا لهذه الأساطير أن الإله فلان تزوج وقاتل وعمل وقال كل ذي أساطير وحكايات موجودة ويؤمن بها الهندوس حتى الآن إذن أنا أدرسها على أنها فلكلور شعبي قد يكون له أصل لكن هذا أصل غير موجود تاريخيا ولا أثاريا من اللي حطها هي ذات الطابع جمعي هي ذات الطابع جمعي لما أجل نهارده أقول سفر سامويل الأول واجب فيه أخبار معارك وسامويل لم يكتب هذه الأشياء يبقى جمع لا 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 جمعي بمعنى إنها ليست من وضع واحد ووضع مجموعة نه الزو وجمع هذه لا الزاكرة الجمعية تمام يعني ذاكرة أمة ذاكرة شعب ذاكرة مجتمع ذاكرة مجموعة هي التي وضعت لي هذه القصة وليسها سامويل نفسها بقصة يشوع منصوبة إلى يشوع ويشوع لم يكتب هذا وإنما إيه دا كان موجوش الذاكرة الجمعية أي ذاكرة المجموعة ذاكرة طائفة هي التي قدمت لي هذه القصة جميل وده من شبات الأسطورة إنها لا يمكن أن أرد الأسطورة أو يصعب أن أرد الأسطورة إلى التاريخ بعيد ذاكرة إنما لو عندي نص مكتوب بقول حتى بنلاقي نصوص حروب يا أستاذ أحمد مثلا ممثوب إيه في نص بيصف حرب أحد ملوك مؤاب اسمه نص ميشع ملك مؤاب إيه كاسمه ميشع بيصف حرب معين شوف هنا بقى النص منسوب إلى صاحبه مكتوب بأمر فلان وموجود رغاة النهاردة في المتاحث يبقى دا نص تاريخي خلاص بيؤكد ما جاء فيه وجود روايات في تاريخ الأمم الأخرى واحدة يؤكد ما فيه الحجر اللي موجود النهاردة وعليه نص هذه الحرب قالت دارت مع ملك ميشع ملك مؤاب الملك ميشع ملك مؤاب خادة حربا موجودة فيه هذا النص موجودة فيه هذا الحجر ويمكن الاطلاع عليها وترجماتها دا مش موجود بالنسبة لحروب بني إسرائيل لا يوجد من تاريخ الأمم الأخرى ما يؤكدها ولا يوجد مكتشفات أثرية تؤكدها بيقول لك هما نقبوا في كل حتة في فلسطين المحتلة على مدى قرن من الزمان لم يكتشف حتى الآن ما يؤكد حقيقة واحدة من حقائق النصوص التي وردت في الأسفل طيب كلام جميل أوي دكتور محمد حضرك ذكرت الآن أن لا تاريخ ولا أثر ولا أي شيء يؤكد على صحة هذه النصوص لما اليهود بيعرفوا الكلام دا وبيسمعوا كلام هؤلاء العلماء الغربيين في وهم يقولون عن هذه النصوص ما يقولون رد فعلومي رد فعلومي عن هذا الكتاب الذين يتعبدون به رأي شوف أنا أقول لك دي أول رد فعل يعني معادل السامية معادل السامية آه كفر زي ما كفرني دي عامل زي واحد بيضرب نرف الهواء لا زي ما مرقص القصة مرقص عليك كفرني في الوافر مخط بالك ولا يستطيعني يجادلني ويرد علي هذا الكلام مخط بالك فقد بقى أن القرآن بيصدق الطورة والإنجيل وأن أنت كفرت بكلام القرآن لأن ألا مبدل لكلماتي ودي كلمات الله ودخلنا في موضوع تاني إنما أنا عايزي يقولي إذا كان يوجد نص تاريخي أو اكتشاف أثري يثبت صحة هذه النصور وبرضو في النهاية بقوله ده مش كلامي أنا فضيلة القص ولكن هذا كلام العلماء الذين لهم باع في هذه الدراسات ليس كلام رجال دين وليس كلام مسلمين لكن كلام علماء غربيين إثبت لهم أنت بقى بالأثار والتاريخ إن كلامهم دوت دي حاجة الحاجة تاني في بعضهم يعني سبينوزا باروخ سبينوزا وهو يهودي يسكك في النص وفي نفس الوقت يقولك درس مقدس مؤمن به مؤمن به الرجل بيعترف يقولك أنا أنا النص له قداشا عندي ولكن أنا أتشكك في وقوع هذا الشيء أو الأخ طيب كيف هذا وهو عالم سبينوزا معروف من هو سبينوزا في تاريخ الفكر الغربي يعني من السهل جدا إيجاد تأويلات تأويلات لأي حاجة أنت أنا بقول إحنا عايزين حاجتين عشان تثبت صحة هذه النصوص أنا عايز حاجتين يا تاريخ يؤكد أو أثر يثبت أو أثر يثبت نعم ثاني حاجة عايزك تبرر لي وجود هذه أو شبيه لهذه الحوادث في النصوص السابقة لك يبعاش ثلاث حاجات نصوص سريحية للأمم الأخرى تثبت هذا ثاني حاجة اكتشافات أثرية تثبت وقوع هذه المعارك ثالث حاجة تبرير لوجود نصوص مطابقة أو شبيهة لهذه المعارك سابقة على وقوع هذه المعارك إزاي تجيب لي نص في يشوع وده حدث عند أمم أخرى في تاريخها وورد في روايات إذا أنت تأثرت بالفلكلور الشعبي اللي كان سائد في الأرض اللي انت رخلتها الأرض اللي انت رخلتها وجدت فيها فلكلور بقى كنعاني ويابوسي وحسي وأرامي وفرزيين كل دي كانت أمم وشعوب ولها تاريخ ولها حضرات ولها روايات ولها قصص ولها أغاني ولها شعر ولها أدب فأنت أخذت من هذا وزدت عليه أو أنقصت منه جميل ده كلام مهم جدا تذبب به كذب هذه النصوص فإذا اللي بيقرأ نصوص العادل القديم على كلام الدكتور سيجد يعني مشكلة كبيرة جدا ويقرأ هذه النصوص لأنها بنفس كلام الدكتور اللي هو مش من عنده لو دايما نقول أنا ده مش كلامي أنا باعتمد دايما في كلامي على أقوال الغربيين على ردود التاريخية على ردود الأثرية التي تثبت صحة أو صدق هذه النصوص صحة أو خطأ هذه النصوص أنا اسمح لي يعني أخذ بالحديث عن النوع غريب الزات أنا عندي يعني أربع أشياء أو أربع أمثلة أو نماذج دي شيء طبعا أنا كنت أسألك يعني عد ربيها يعني إحنا معنا الدقيق السعر بفوقت الحلاة يسمح لي دقيقتين أو معنا عشر دايما دكتور طيب كويس جدا جميل أولا في قصة وردة في سفر يشوع الإصحاح الثالث إتناشر سبعتاشر إتناشر سبعتاشر الإصحاح الثالث خصة بعبور يشوع لنهر الأردن وإزاي أن نهر الأردن المية بتاعته منحدرة وقفت المية وعبروا من نهر الأردن هذه القصة قال العلماء أنها أسطورة لأن وضع أو وصف مصب هذا النهر والمنطقة الوارد وصفها في هذه القصة لا يمكن أن يتفق مع تفاصيلها أقول كمان قصة عبور يشوع لنهر الأردن الوردة في سفر يشوع الإصحاح الثالث فقرة إتناشر إلى سبعتاشر لا تتفق مع طبيعة نهر الأردن أو المنطقة اللي هما بيوصفوا فيها أن حدث أن المية كان منحدرة ووقفت وهم عدوا على غرار قصة سيدنا موسى والكلام دا كل فيعني دي واضح فيها العلماء وواضح فيها الطبع الأسطوري لأن ما ورد في هذه القصة لا يتفق إصلاقا مع جغرافيا هذه المنطقة عندي قصة تانية برضو في يشوع اللي هي لما أريحة حبوا الرب قال لهم عشان يسقطوا أريحة يعملوا إيه شو بقى القصة لأن في القصة أو الأسطورة قد ترتبط بالخرافة يعني أحيانا بيبقى صعب أنك تفصل أو تحدد الأسطورة الطابع الأسطوري من الطابع الخرافي فيها لأنها في فعض الأوقات أشبه بالخرافات في شكله المضمون نعم فالليح صليم دا بتقولك إزاي بقى الرب قال لهم عشان يسقطوا هم خصروا مدينة أريحة ومش قادرين يسقطوها طب يعملوا إيه الرب قال لهم حصروها سبعة أيام كلام دا في يشوع أيضا الإصحاح السادس خصروا المدينة سبع أيام ولفوا ودوروا وفي اليوم السابع تعملوا إيه تهتفوا هتاف فصوت الهتاف يسقط الصور صوت الهتاف يعني أنتوا مقدرتوش بكل القوة العسكرية اللي معاكم ومحاصرين المدينة سبعة أيام أنتوا تسقطوا الصور هاتي يجي تسقطوا الصور لو هتفتوا فلما هتفوا سقط الصور حيقولك أن الرب معاهم تحرارك ذكرت في أثناء الكلام أن الرب معاهم في الحروب يعني مشاركة فعليا ما هو دا في طبع الأسطور هم الحكاية المقدسة اللي لها دلالة عميقة ترتبط بإيه بوجود الكون أو الإنسان أو الحياة وهو دا نحن أولا في الأول بعضهم هيردوا يقولك طيب ما فيه بعض الأمور اللي ربما تشابه عندنا أمور في الإسلام ألم يكن معهم الرب ألم يكن معهم الرب أخذ بالك في الحصار لماذا لم يساعدهم الرب مشاهدة الرب بس أنا يعني صحيحة مئة بالمئة ألم يكن الرب مع موسى عليه السلام عندما خرق أنا لا أشكد في وساعد الرب لبني إسرائيل بس في أوقات معينة في أوقات معينة وليس بهذه المبلغات الموجودة أنا لا أنكر إطلاقا أن بني إسرائيل في مجملهم ربنا وإثمعهم ونجاهم من فرعون وإثمعهم مع موسى وإثمعهم في التير رغم ما فعلوه من عبادة العجل ولكن ربنا كان برضو معنا لأن فيهم فئة مؤمنة فيهم فئة مؤمنة نقول بلفظة كان فيهم فئة مؤمنة كان فيهم لأن بعض الناس ربما هيقولك ده الكلام ينسحك لأ كان فيهم فئة مؤمنة فأنت تاخد الحدث وتضخمه وتزود عليه وتاخد من أخرى وتخط طب الرب كان مع موسى لما عدت صح أو لا لما فالفلق فكان كوليفريكا التطوب العظيم كويس جدا طيب بعد كده بعد كده ده حصل حصل في سيناء لما دخلوا وجي يحتل أريحة طب الرب كان معهم في الحصار وهو اللي قالوهم حصلوا المدينة طيب ما اسكتوهش لي بالسلاح عجزوا عن اقتحام المدينة طب المنطق المنطق يكون في شيء يعني مقبول عقلا أم شيء يستبعر من العقل تعالى النهاردة ابن سوب وهم كانوا كام كلهم تعالى ابن النهاردة سوب بالمثال بالطوب الطين مش بالمثال لا أولد بس حطها ولمت سبعين مليون ثمانين مليون مصري وكل واحد يقول الله أكبر مش هيوقع على السوب مش هيوقع على السور لا في أسباب في أسباب تأخذ بالأسباب تمد إيدك وصدر بالسور هيوقع على السور وإنما دخلنا في باب الأساطير والخرافات وهو في كلور الشام دي قصة غزو عاي في سفر يشوع الإصحاح الثامن مدينة عاي العلماء أجمعوا لم تكن موجودة مدينة عاي في زمن يشوع على الإطلاق دي ثلاث حاجة تدمير حاصور مدينة حاصور في سفر يشوع الإصحاح الثامن هذا لم يتأكد إطلاقا من الأدلة التاريخية أو الأدلة الأثارية وعده العلماء من الأساطير كثير من الأساطير في سفر يشوع أنا ذكرت بس الأربع حاجات دي ويعني اللي عنده اعتراض أنا مستعد يعني أنا أزل له على موقع الرحمة قائمة بالمراجع الأجنبية التي تقول هذا الكلام والتي يعني لم تكذب في الغرب لم تكذب في الغرب نعم ولم نجد ردودا مقنعة لها من اللي ربما يعني يرد عليها بعض المسيحيين لكن اليهود لم يردوا حتى الآن على هؤلاء الذين ذكرتهم شوزان نيديتش وايتلم جانجل الزهرناء كل هذه الأسماء متعدة أنا أزل بها قائمة على موقع القناة لمن أراد أن يرجع إلى المزيد من هذه الأساطير دكتور في سؤال أنا عاوز أختم بالحلقة مع حضرتك وأقول فيه أنا كفرض أستفيد إيه أو حتى كجيش يعني خانا أتكلم بلفزة بعض الناس بيتكلم فين الجيش من دراسة هذه الأمور إحنا نستفيد إيه من دراسة هذه الأساطير في كتاب العهد القديم أنت النهاردة لما تعرف أن أنا كدولة أو كشعب أو كأمة أقف على خلفية تاريخية صلبة ليه وجود حضاري صلب ليه جزور تفرق كتير لما تعرف أن أنا ليس ليه وجود أن ليه تاريخ أو ليس ليه تاريخ إنت عفوا لو عندك بنته جيد إيه جيدها عريز بيتدور على إيه على الأصل ونسب صح الله عليك على الأصل وبالتالي بتحترمه وتقبله كإنسان وأخد بالك وبتبترم على كده ممكن تتطرقها دا تقول دا من ناس دا عنده أصل فهيراعي في التعامل كذا كذا لكن لما يجي واحد كذاب وتاريخه كله كذب وافتراء وقال لي أنا وأخد دكتوراه وطلق مش وأخد دكتوراه أنا أبويا كان عمضة وطلق أبوه مش عمضة أنا كان عندنا ميد فدان وصلا ما عندهوش فدان وصلا هتكون لها حكايات من الخيال إذا هتتعامل معه على الأقل يا أستاذ أحمد على حذر وبعد كده هتشوف كيف بنى على هذه الأساطير القديمة وجود الحالي ما هي مشكلة بكده هلا ما يعنيني أن الوجود الحالي لإسرائيل مبني على هذه الأساطير مبني على هذه النصوص التي ليس لها أي سنة تاريخي أو أثر يؤكد يعني هنا باختصار ما تدينا مؤشر عمًا أتعامل معه نعم مشاهداء الكرام كنا معاكم على مدار ساعة ونصف نتكلم فيها عن العقيدة العسكرية عند اليهود ودكتور وضح هذه العقيدة تعتبر من الثوابت عندهم وذكرها باختصار شديد جدًا له الوعد الإلهي بالرب ومع التحديد طبعًا ذكرناه الرب هو الذي قام بتحديد الهوية العسكرية عند هؤلاء رسم الأسس العسكرية وشيء من هذا القبيل الدكتور ذكره في معرض هذه الحلقة أثبت الدكتور أيضًا في الوقت المتبقى من الحلقة وإن كانت هذه الفقرة تحديدًا أخذت معنا معظم الحلقة لو الطابع الأسطوري لهذه الفقرات أو القصص الحربي الذي أتى في العهد القديم والذي لم يثبت تاريخ ولم يثبت تراث ولم يثبت آثار ولا يشيء يثبت صحة هذا الأمر فيعتبر باختصار ورطة تاريخية عند اليهود من يقرؤون هذا الكتاب دي كانت آخر حلقة معنا في الوقت الحاضر لأن كل سنة طيبين رمضان أو شك أن يهل علينا بأنفاسه الزكية توقف بإذن الله في رمضان دكتورك هيكون معاكم متواصل في حلقات أخرى لكن في غير هذا الموضوع تحديدًا إن شاء الله بإذن الله تعالى في رمضان المقبل كل سنة حضرتك طيبين أنا بشكر دكتور محمد جلاء إدريس كل سنة حضرتك طيب وللملتقى بإذن الله بعض رمضان إن شاء الله في حلقات طيبة ومعلومات قيمة كمثل وكل عام وأنت وجميع المشاهدين وجميع الأمة العربية والإسلامية وشعب مصر بخير إن شاء الله ومشاهد الكرام أيضًا كل سنة حضرتك طيبين كل سنة وأنتم على طاعتها أدوان تسبحوا لخير السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر لهم المواقف والمناقب ضرور